يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والنكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لهم ما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الهمار يحمل أسفارا بحز مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دور الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى العالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نهدي للصلاة من يوم الجبعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهول فاضطوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين